موسيقى طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام نشرة الأخبار الرئيسية من قناة عدن الفضائية نبدأ النشرة بأبرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل كل من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي ويؤكد حرصه الدائم نحو السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث موسيقى اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة الاستعدادات للتعامل مع المسجدات العالمية وتغطية احتياجات السوق من المواد الأساسية موسيقى بلادنا ترحت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 القاضي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة العقوبات موسيقى إلى التفاصيل السلام عليكم أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حرصه الدائم نحو السلام وفقاً وخياراته ومرجعياته التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام مجدداً تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار حيث تواصل ميليشيا الحوث الإنقلابية حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعاً ومتصدياً لتلك الأعمال العدائية التي تطار الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلاً عن اعتداءاتها على الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار جاء ذلك خلال استقباله للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس كروند بيرغ والوفد المرافق له حيث وضع فخامة الرئيس المبعوث الأممي وفريق عمله في صورة تطورات في اليمن مستعرضاً الجذور السياسية للأزمة اليمنية التي تسببت بها ميليشيا الحوث الإنقلابية وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية ونقش آفاق الحل السلم وصولاً إلى سلام دائم وعادل في اليمن وفقاً والمرجعيات الثلاثة التي تعد أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذي العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف شعبنا اليمني بما فيهم الإنقلابيين الحوثيين وتطرق فخامة الرئيس للدور الإيراني التخريبي في اليمن وارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية الهاديفة لزعزعة أمن والسقرار اليمن والمنطقة مشدداً على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية لافتاً إلى طلاعه على إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة في مجلس الأمن الدولي وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2624 والذي صنف الميليشيا الإنقلابية كجماعة إرهابية وقال فخامة الرئيس إن السلام هو خيارنا وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جمعة وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقناً لدماء اليمنيين من جانبه ثمن المبعوث الأممي الدعم الذي حظي به من قبل فخامة الرئيس وحكومته الشرعية والذي سيكون له الأثر الإيجابي للعمل الصادق والجاد نحو السلام المستدام لافتاً إلى جولاته وجهوده خلال الفترة المصرمة مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها والمبنية على إيجاد أرضية مشتركة والسراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكن الأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم ونستند في ذلك إلى المشاورات السابقة والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة وقال سنعمل الإيجاد أفضل سبل للمضي قدماً في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار وأكد المبعوث الأممي على العمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال مشاورات تفضي إلى تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس عبدالرب منصور هذه الرئيس الجمهورية المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ والوفد المرافق له وأشهد فخامة الرئيس بجهود المبعوث الأمريكي الرامية لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيين وقدمنا في سبيله التضحيات والتنازلات لحقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحافظ على ثوابت اليمان الوطنية ووحدته وأمنه والاستقرار والذي أكدت عليه مرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 ونفت إلى الوضع الإنساني والمأسوي الذي تشهده اليمن كنتيجة للحرب وتداعيتها وآثارها التي أمعنت ميليشيا الحوث الإنقلابية على خلق هذا الواقع المأسوي في البلد لعدم اكتراثها بالسلام أو بمعاناة اليمنيين في تدميرها الممنهج للبلد وقصف الأعيان المدنية والنازحين الأمرياء مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم اليمن وحكومته الشرعية في مختلف المحافل الدولية داعيا إلى مزيد من الجهود خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن المزمع عقده قريبا وأكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات التي تربط البلدين في ملفات وجوانب شتى منها مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن والسقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة تدخلات إيرانية في المنطقة مؤكدا على مكانة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز تحدياتها وإنجاح جهود ومساعي السلام المستدام من جانبه ثمن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ جهود فخامة الرئيس والحكومة الشرعية على مواقفه الواضحة تجاه السلام الذي ينشده الشعب اليمني مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية والعمل على إحلال السلام وتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب من خلال جهود المبعوث الأممي وبالتعاون مع شركائنا بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه والسكرار ودع جميع الدائمين لتقديم المزيد من الدعم المادي والإغاثي للشعب اليمني لتلبية متطلبات والتزامات الحكومة من خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده قريبا وأشار إلى أهمية اليمن وتأكيد على السمرار ومواصلة التنسيق في موقف موحد للدول الخمس دائمة العضية في مجلس الأمن لدعم اليمن وشرعيتها الدستورية كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستري ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدان الشماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدا لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المسجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة مادة القمح والسيناريوهات المطروحة لتعامل معها لتقليل اعكاسها بما يضمن استكرار الأسواق وتوفر السلع وأجر الاجتماع تقييما للمخزون الاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة وقطة الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بتعاون بين الحكومة والقطاع الخاصة كما تم سعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي ومصادر الاستيراد إضافة إلى عقول الاستيراد للعام الجاري والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والغذاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة وتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استكرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الإمداد وكلف وزارة الصناعة والتجارة بعقد الشماعات الدورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردية القمح والمواد الأساسية لمتابعة التطورات أولا بأول وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استكرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب أو احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار وأكد رئيس الوزراء أن في الاجتماع أن مضمون الأمن الغذائي احتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن وأن ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيسي لتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي منذ انكلابها على سلطة الشرعية وإشعارها للحرب أواخر العام 2014 مواضحا أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريص بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية وأشار الدكتور معين عبد المالك إلى تسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم واستيراد المواد الغذائية الأساسية ومنها الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية والرسوم التفضيلية الضريبية ونقل الشحن مباشرة إلى الصوامع دون الحاجة إلى دخول الموانئ لافتا إلى سعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والإسهم في ضمان وفرة المواد الأساسية وسكرار الأسعار للسلع التموينية وشدد رئيس الوزراء على الوزرات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائبة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري لافتا إلى أن المسؤولية مشتركة وليجب التهون بأي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمحة شارك في الاجتماع وزيراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد الأشول وأمين عن مجلس الوزراء مطيع دماج ونائب وزير المالية هاني وهاب ورئيس مسرحة الجمارك عبد الحكيم القباطي ورئيس جهات استيعاب تعهدات المانحين أفراح الزوبة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن أبو بكر بعبيد وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة وكبار مستوردي القمحة والمواد الأساسية رحبت الجمهورية اليمنية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014 وصنف القرار الميليشيا الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية تم إدراجه في قائمة عقوبات مجلس الأمن ردا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسخدامها العنف الجنسي ضد النساء وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى هجماتها المعتمع المتعمدة والمتكررة ضد السفون المدنية وتجارية في البحر الأحمر وأشادت الحكومة اليمنية بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية حيث يحد هذا القرار من القادرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية وأشارت الحكومة إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتواصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات صلة وعلى رأسها 22-16 كما رحبت وزارة الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف فيه مجلس أو ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة وفي بيان تلقته وكالة الأنباء السعودية واسعة برة الوزارة عن تطلعها في أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوث الإرهابية وداعمها حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر حو حظر تلك الميليشيا وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار ولأسلحة نوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي والاستهداف المدنيين والمشاءات الاقتصادية في السعودية والإمارات وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوزول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إيسنادا إلى المبادرة الخالجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار كما رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قرارا بتجديد نظام العقوبات على ميليشيا الحوث الانقلابية وتصنيفها كجماعة إرهابية وإدراجها في قائمة العقوبات وفرض أحضر الأسلحة عليها وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوث الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية وإمارات وطلب الميليشيا بالوقف الفوري للأعمال العدائية وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة الآن نسيبة إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيا الحوث الإرهابية والحد من التصعيد الحربي في اليمن ومنع انشطتهم العدائية ضد السفون المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وأكدت مسيبة أن الحال الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن بينها القرار 22-16 فيما رحبت مملكة البحرين باعتبار مجلس الأمن أو باعتمال مجلس الأمن قرارا بتصنيف ميليشيا الحوث كجماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر الأسلحة عليهم وذكرت وكالة الأنباء الأنباء البحرينية أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيا الحوث الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعورية والإمارات ومنع تداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهليلهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية مؤكدة دعم البحرين لجهور السعورية للتواصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني محليا رحب مصدر المسؤول في هيئة رئاسة مجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي أدان ميليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ أعمال إرهابية عابرة للحدود وصنفها بجماعة إرهابية تخضع لخضر السلاح وأدانها بالعديد من الممارسات التي لا تتفق مع القانون الدولي ولا السلوك الإنسان وإن تلك الجرائم المتعددة التي تمارسها الميليشيا الإرهابية بحق الشعب اليمني مدانة دوليا واعتبر المصدر هذا القرار قرارا مهما على طريق تشجير الضغط الدولي على الميليشيا الحوثية الإرهابية كما جاء في القرار وأخضاعها لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المحلية وكذلك إيران الراعي لميليشيا الحوثي والممولة لها ودعا المصدر دول العالم إلى العمل بمقتضى القرار لما من شأنه أن يسهم في حقن الدمائي أو الدم اليمني ويحمي الملاحة الدولية من التحديات أو من التهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي ويضع حدا للإعتداءات المتكررة بصواريخ الباريسية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مدينة مأرب ومناطق أخرى داخل الجمهورية اليمنية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وشدد على أهمية تشديد العقوبات الدولية وتوسيع دائرتها لإخضاع الميليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني كما رحب مجلس الشورى بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 والمتصل بتمديل نظام العقوبات في اليمن وولاية فراق فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن ورقم 2144 للعام 2014 والذي صنف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإذراجها في قائمة العقوبات الدولية وأكد المجلس في بيان انتلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه إن هذا القرار يأتي بعد ارتكاب الميليشيا الحوثية جرائم حرب حق الشعب اليمني وانقلابها على الدولة والشرعية الدستورية ورفضها كل مبادرات السلام أسمرارها بجرائمها والسهداف المدنيين داخل الأراضي اليمنية وفي أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأشهد المجلس بهذا القرار مؤكدا على أهمية وضرورة الضغط على النظام الإيراني الذي يمدهم بالسلاب الأسلحة والمتسبب في معاناة اليمنيين وإيطالة الحرب رحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2624 تحت البند السابع بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن والذي صنف ميليشيا الحوث كجماعة إرهابية بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2624 للعام 2014 كما رحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية في بيان صادر عنه بتوصيف مجلس الأمن الدولي الحوثيين كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حضر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار وإذانة هجمات ميليشيا الحوث الإرهابية على المدنيين في اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات مطالبة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للأعمال الأدائية والمزعزعة للاستقرار مشيدا بالجهود المبذولة من دولة الإمارات ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمملكة وفريق الدولماسية العربية في الأمم المتحدة على الجهود المبذولة لتعريف بحقيقة الميليشيا الحوثية الإرهابية وجهودها لإنجاح التصويت على قرار مجلس الأمن وشدد التحالف الوطني على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الرائية مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي ورعاة وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الإيراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود وإطلاق صراح المختطفين والمخفيين قسريا وشدد التحالف الوطني على ضرورة مساندة القوى والأحزاب السياسية للحكومة لمضاعفة الجهود وستغلال هذا الزخم الدولي لإسراء في معركة التحرير والسعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة عقدت لجنة برلمانية بمدينة مأرب لقاء مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ضمن برنامج زياراتها الميدانية وذلك للوقوف على مجمل الأوضاع الميدانية والقضايا المتعلقة بالجانب العسكري والأمني والإنساني وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبد الوهاب معوض أن زيارة اللجنة تأتي بتكليف من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بنزول الميداني للوقوف على سير العمليات العسكرية وتفقد أبطال الجيش وتلمس أوضاعهم واحتياجاتهم والوقوف على جوانب القصور والاختلالات وذلك في إطار دور مجلس النواب وواجباته الدستورية والرقابية وتفعيل عمل المجلس في هذه المرحلة المصيرية التي تعيشها بلادنا وأكد رئيس اللجنة موقف هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس الدعم للجيش والمساند للقادة والمقاتلين الذين يسطرون أعظم الملاحم البطولية والصمود الأسطوري في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني مجددين الدعوة لكل القيادات والقوة والفعاليات لتوحيد الصف والعمل على حش الطاقات لدحر ميليشيا الحوثي الإرهابية وتوجيه الإمكانيات والقدرات لخدمة المعركة ودعم ورعاية المقاتلين في مختلف الجبهات من جهته أكد وزير الدفاع استعداد الوزارة لتسهيل عمل اللجنة لإنجاز مهامها وتوفير المعلومات والإضاحات والتقارير اللازمة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات مشيرا إلى الجهود المبذولة لمعالجة بعض الاختلالات الإدارية التي فرضتها المعركة والإصلاحات الجارية في الجانب الهيكلي والعملياتي التي تم تنشينها ضمن خطط تطوير شامل لجميع القوى والمناطق والقطاعات العسكرية دشنا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإريان ومحافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر افتتاح مطار الغيظة الدولي بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل اللبي محمد علي برعاية فخمات الرئيس المشير عبدربه مصور هذه رئيس الجمهورية ومعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد دشنا وزير الإعلام والثقافة والسياحة محمد الإرياني ومعه محافظة محافظة المهرى الشيخ محمد علي ياسر وممثل البرنامج السعودي لإعادة الإعمار المهندس حسن العطاس ووكلاء وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والتخطيط المهندسان طارق عبدالي ومحمد ناشر ومنصور زيد دشنوا العمل بمطار الغيظة الذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لإعادة الإعمار وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أكد معالي وزير الإعلام محمد الإرياني على ضرورة اغتنام الفرصة والتمسك بعملة التنمية على اعتبار أنها المخرج الوحيد للأزمات التي تعيشها بلادنا مؤثمنا الدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية حكومة المشعبة في دعم بلادنا في جميع المجالات بناء على تكليف فخامة الرئيس المناغب عبدالربو منصور هالي الرئيس الجمهوري أحمد الله الذي كلفني وشرفني لكبور تشيل افتتاح أعادة العمل بمطار الغيظة بعد أن تم تجهيزه وبكل وكافة المعدات اللازمة من قبل أهلنا وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية ممثلة ببرنامج إعمار وتنمية اليمن والحقيقة التي يجب أن تطال بأن المواقف الأخوية التي يقوم بها أهلنا وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية ماثلة للعيان وتستحق منا كل الشكر والتقدير ومن خلالهم أيها الحكومة الكريم نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفره الله وولي عهده الأمين صاحب السوء والملكي الأمير المحمد بن سلمان بن عبد العزيز وحكومة وشعب المملكة المملكة العربية السعودية كانت الداعم الرئيسي الذي وقف وساند مع إخوانه في اليمن وبناء على الطلب الشجاع الذي تقدم به بخامة الرئيس لإنقاب اليمن من براثم الاستعمار الفارسي الكديد كانت المملكة السباقة من لبت نداء الأخوة والجوار وقام تحالف دعم الشرعية فالمواقف الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية جانب منها تنموي ممثلة ببرنامج عادة إعمار وتنمية اليمن وجانب إنساني ممثلا مركز الملك سلمان وبرنامج أيضا الوقوف ومساعدة اليمن ممثلة بالقوات المشتركة بدوره استعرض محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر المشاريع التنموي العملاقة التي قامت وتقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وعبر برنامج عادة الإعمار والتي من شأنها أن تسهم في فتحة عديدة من الفرص للشباب مشيرا إلى أنها تعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي في بلادنا أتقدم بخالص الشكر والتربير لفخامة الرئيس عبد الربع منصول هذه على متابعته الدائمة لشؤون هذه المحافظة والشكر منصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عادة الانين والأخوة في برنامج الأعمار السعودي ومثل برئيس البرنامج سعاد السفير محمد الغيابر وكذلك الأخوة كلهم في المشتركة وفي القيادة الأخوة في المولادة العربية السعودية شهادتي بهم جروعها لأنهم لم يقدموا مشروع هذا بس ونقدموا لنام شريع كبيرة والأكبر من هذا أنهم يساندوا الآلة الشرعية اليمنية في أسوأ ظروف تمر بها اليمن وأسوأ مرحلة تمر بها اليمن وبالتالي كلمة الشكر لا تكفي ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله بدوره قال ممثل البرنامج السعودي في بلادنا المهندس حسن العطاس أن من شأن هذا المشروع تسهيل الحركة أمام المسافرين وكذا تحسين جودة لقل في بلادنا يتضمن المشروع إعادة تأهيل مباني موعدات المطار وتجهيز الملاحة بنظام الأرناف والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولية وكذلك يشمل المشروع إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكافة المعدات بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف وأيضا عمل البرنامج على إعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقال والمياه في المطار إلى جانب توفيره لضاء متكاملة لسور المطار وكيل وزارة النقل نقل في كلمته تحيات وزير النقل وثمن القهود التي تبدلها الشقيقة السعودية والرامية إلى النهوض بقطاع النقل من خلال تدخلاتها مشيرا إلى الخدمات والمزايا التي يتمتع بها مطار الغيضاء والتي تؤهل ليكون قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات صراحة بدل مبهود كبير وما رأيناه من تاهيل فإن المطار الآن قادر عن استقبل كافة الطائرات وبإمكانيات آمنة بكل شركات الطائران ومن هنا ندعو لكافة شركات الطائران بأن المطار قاهز المطار قادر أن استقبل الطائرات وبشكل آمن في صدد الآن وزارة الصحة على تفعيل العيادة الصحية مع فريق متكامل لكافة إجراءات الصحية مستقبلا في عالة استناف رحلات الطائران وكان وزير الإعلام والتقافة والسياحة محمد إرياني ومحافظة المهر الشيخ محمد علي ياسر ووكلاء وزارة النقل والهي العامة للطائران المدني والتخطيط والتعاون الدولي قد قاموا بجولة في مرافق المطار اطلعوا فيها على التجهيزات الخاصة بالمطار بتسليم مطار الغيضة اليوم تخطو محافظة المهرى قطوة نحو التنمية لبي محمد علي لقناة عدن الفضائية عاصمة المهرى الغيضة وصل وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان إلى الجمهورية التونسية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع التاسع وثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب وكان في استقبال وزير الداخلية في مطار قرطاج الدولي بتونس الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان والطاهر بوسعاد مدير ديوان وزير الداخلية التونسية وسامي الهيشاري مدير عام الأمن الوطني وشكر الرياح آمر الحرس الوطني التونسي وسفير بلادنا لدى جمهورية تونس عبد النصر بحبيب ويترأس وزير الداخلية وفد بلادنا برفقة عدد من القيادات وزارة الداخلية في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي يعقد لمناقشة تعزيز التعاون في شدة المجالات الأمنية بين الدول العربية كما سيتم مناقشة عدد من الاستراتيجيات الأمنية وكان وفد بلادنا قد شارك خلال اليومين الماضيين في الشماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في مقر الأمانة العامة للمجلس في جمهورية تونس جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التداعيات البيئية والإنسانية الكارثية التي قد تنجم جراء تسرب أو غرق أو انفجار صافر التي الناقلة التي باتت قنبلة موقوطة قد تؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية على المستوى العالمي في التاريخ الحديث مع سمرار رفض ميليشيا الحوث الإرهابية التعاون مع الجهود الدولية لاحتواء الكارثة وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي في كلمة الجمهورية اليمنية أمام الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي أن ما تتعرضه له البيئة اليمنية هو تدمير ممنهج وإساءة مستمرة دمرت النظم الإيكيولوجية من خلال زرع ميليشيا الحوث الألغام في البر والبحر وتجريف الأشجار والأحراش والعبث بالمحميات الطبيعية مجددا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة النظم البيئية إلى مستوياتها الطبيعية وتعافيها ودع الشرجبي إلى اتخاذ قرارات تخدم العمل البيئي المشترك لمواجهات المخاطر البيئية الناجمة على الاستخدام المفرط الموارد الطبيعية وترويث البحر والأرض والهواء وإجهاد النظم الإيكولوجية التي تسببت بظواهر طبيعية غير معتادة لافتا إلى تعرض الجمهورية اليمنية خلال الأعوام الأخيرة للعديد من الأعصير تسببت بخسائر بيئية واقتصادية وبشرية كبيرة في المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد وجزيرة سقطر التي تعد متحفا وطنيا طبيعيا من أهم مواقع التراث الطبيعي العالمي ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اجتماعه برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح تقرير الخطة السنوية للهيئة العامة أو للهيئة للعام الجاري والموازنة السنوية للعام الجاري 2022 وأكد وزير الصحة على أهمية الدور الرقابي للهيئة في سوق الدواء وتفعيل الدور الإرشادي والتوعوي للهيئة ومركز التيقض الدوائي فيها ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الدواء ووجها بزيادة النشاط الإعلامي الموجه للمجتمع وتعزيز عمل إدارة الرقابة والتفتيش وتكثيف أدائها وإبرازها إعلاميا والالتزام بشروط الجودة والأسعار وإنشاء نظام معلومات وربط الهيئة بفروعها من جانبه استعرض مدير الهيئة الدكتور عبد القادر الباكر أنشطة الهيئة وما تم إنجازه خلال العام المنصر والخطط والبرامج للعام الجاري فيما أشهد نائب وزير الصناعة الدكتور سالم الوالي بمستوى التنسيق بين الهيئة ووزارة الصناعة في مجالات منح التراخيص وتسجيل الشركات احتفلت جامعة عدن بتخرج أو تخرج أول جامعة أو أول دفع من كلية التمريض للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 30 طالب وطالبة وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني الدكتور خالد الوصابي بأهمية إنشاء كلية التمريض ومخرجاتها باعتبارها خط الدفاع الأول في القطاع الصحي التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل محمد الصوفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني لأستاذ الدكتور خالد الوصابي ورئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأصور وعميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور رقاء عبد سالم احتفلت جامعة عدن اليوم بتخرج دفعة الدكتور محمود فكري والتي تعد الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس من كليات التمريض وفي الحفل ألقى دكتور خالد الوصابي وزير التعليم والبحث العلمي كلمة أكد فيها على أهمية التمريض والذي يعتبر مهنة الرعاية الصحية المتكاملة للمريض مشيدا بدور جامعة عدن التعليمي في رفض المجتمع بمخرقات علمية مؤهلة ومدربة لخدمة المجتمع خرق التمريض هو المنازم الحقيقي للمريض طوال اليوم والذي يحاول العناية بالمريض خلال فتاة المرضى ويلازمه ويعتني به ويقدم له العلاج ويتابع حالة المرضى على مدار 24 ساعة ولهذا أقول لأبناء الطلاب أنتم الخط الدفاع الأول أنتم في المقدمة بما يتعلق بالوضع الصحي بما يتعلق بالاحتكاك مع المرضى أنتم في المقدمة أنتم الجبهة الأولى لنا من جانبه ألقى الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لسور رئيس جامعة عدن كلمة استعرض فيها مراحل تأسيس الكلية كما دعا فيها الخريقين إلى المثابرة والتعلم المستمر ومتابعة كل جديد في مقال التمريض والالتزام بأخلاقيات المهنة والاهتمام بصحة المرضى والحرص على حياتهم ومصالحهم وأسرارهم مقررت حفاظنا على استبرار الدراسة في جامعة عدن كثير من المؤسسات تعطلت في الحرب وما بعد الحرب وتخريب بعض الأحيان متعمد أو غير متعمد للأسف لكن أنا أعتقد أن الجامعة ستظل واقفة بكل جهود الشرفاء من أساتذة من طلاب الحرص كل الحرص على بقاء هذه الجامعة جامعة أكاديمية ترسل رسالات الحب ترسل رسالات الوفاء لهذا الوطن هذا وألقيت في الحفل كلمة للخريقين عبرت في مقملها عن الشعور بالسرور والسعادة في هذا اليوم المميز مشيدة بدور جامعة عدن وكلية التمريض لما قدموه من دعم ورعاية لهذه الدفعة طوال فترة الدراسة نحن من الخمس الأوائل والثالثة على الدفعة وأيضا بتعيني كمعيدة عندهم بالكلية هذا فخر لي كثير أكيد أهميتنا أنها إن شاء الله في المستقبل نخدم بلادنا ونتطور إن شاء الله من هذه الأزمات التي مرت بها إلى الأفضل بإذن الله مهنة التمريض هي مهنة راقية ومهنة إنسانية وإخلاقية مهنة التمريض هي مهنة كيف تبذل واجبك بناحية المريض كأنه فرد من أفراد أسرتك ومهنة التمريض تحمل كثير من المعاني منها الإخلاق ومنها روح المعنوية ومنها كيفية البذل والعطاء وكأنه بالاسم ملائكة الرحمة هذا وأخت اتم الحفل بتكريم الخريقين وهيئة التدريس بالدروع والشهادات التقديرية حضر الحفل نهى محمود ممثلة منظمة الصحة الآلمية بعدن والدكتور شوق الشرقبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاقي ورئيس جامعة التعز الدكتور محمد بن محمد الشعيبي وكذا العديد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة وأولياء أمور الخريقين والخريقات محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن اطلع وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبر على سير العملية التعليمية في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت والتحضيرات الجارية لإنهاء العام الدراسي الجاري 2021-2022 وسمع الوزير العكبر من مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضر موت جمال سالم عبدون إلى شرح حول سير العمل التربوي والتعليمي والسقراره وما تم إنجازه من المقرارات والخطط الدراسية مسعرضا الإجراءات التي اتخذها المكتب للاختبارات ضمن خطة الهيئة التهيئة المبكرة لإنهاء العام الدراسي واختبارات الثانوية العامة مؤكدا على ضرورة استكمال المقرارات الدراسية لجميع المراحل التعليمية وإنهاء العام الدراسي وفق الخطة المقرر لها وتهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات في عموم المحافظات مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبدلها قيادة مكتب الوزارة بساحل حضرموت في استقرار العملية التربوية والتعليمية وقع وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضا شبيبة مع جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بالعاصمة المؤقتة عدن مذكر التفاهم تقضي بتسهيل الوزارة عمل الجمعية باعتبارها ممثلا للجمعية الكويتية للإغاثة في تنفيذ مشروع دعم 18 متبة عامة في سبع محافظات وهي عدن وتعز وحضرموت والظالع وأبيان ولحج ومأرب بأمهات الكتب والمراجع العلمية بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة وبتكلفة تبلغ 250 ألف ريال سعودي وسيستفيد منه 20 ألف باحث ومطلع ويأتي في إطار حملة الكويت بجانبكم وضمن المساعد الكويتية للإسهام في تحسين البيئة التعليمية والسمرار التعليمي في بلادنا ناقش الشماع انضم وزير الكهرباء والطاقة دكتور أنور كليشات ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان إجراءات بدء العمل على تنفيذ محطة كهربائية بقدرة 30 ميجاوات بالنظام بي أوتو المعتمد من قبل حكومة للمحافظة كما ناقش الاشتماع جملة الإشكاليات التي تواجه وضع الكهرباء بالمحافظة إلى جانب تحديد أولويات وآلية دراسة واضحة تقدمها منطقة كهرباء تعز بتنسيق مع المؤسسة العامة تمهيدا لاعتمادها بهدف تشغيل 10 ميجا من الكهرباء لمدينة المخا في الأخبار الميدانية أعلنت تحالف لعم الشرعية في بلادنا عن تدمير 14 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية في محافظتي حج ومأرب وقال التحالف في بيان أن المقاتلات الحربية نفذت 25 عملية السهدف ضد مواقع وتجمعات تابعة للميليشيا الحوثي في محافظتي حج ومأرب خلال الـ 24 الساعة الماضية وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 14 آلية عسكرية فضلا عن خسائر بشرية في صفوف الميليشيا الحوثية أفادت مصادر عسكرية ميدانية بتواصل المعارك العنيفة في جبهة حرض بمحافظة حج بين قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى وقالت المصادر إن قوات الجيش تصدت لهجوم عنيف جنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة حرض بتزامن مع شن مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهرفت تعزيزات ميليشيا الحوثي شرق مدينة حرض وكبرتها إثر ذلك خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد نفذت قوات الجيش الوطني كمينا استهرف العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بمحافظة الجوف وافرت مصادر بمقتل خمسة عشر حوثيا في كمين المحكم نفذه أبطال الجيش الوطني والمقاومة في الجوف وذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة القذام شمال منطقة اليتمى بمحافظة الجوف استشهدت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما برصاص قناص تابعا لميليشيا الحوثي غرب محافظة تعز وافرت مصادر محلية بأن الشاب غانيا رباش علي شرف استشهدت عقب استهدافها من قبل قناص ميليشيا الحوثي المتمركز بموقع المجمعة في مقبنة أثناء قيامها بجمع الأحطاب بقريتها في بني عبدالله بعزلة العشملة أما الآن مشاهدين الكرامي لحالة التقس ودرجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 شكرا